اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات تعليم الديمينج سيستم معاكم المهندس ابراهيم البدوي واحنا اتكلمنا في حوالي اربع فيديوهات فاتو اتكلمنا عن انواع الديمينج سيستم ودرسنا اربع انواع تلاتة انالوج واحد ديجيتال دلوقتي هنتكلم عن ازاي ارسم شوب دروينج للديمينج سيستم اول حاجة انت تعمل حاجة اسمها البانل اسكادول البانل اسكادول عادي اللي هو الجدول الخاص بلوحات الكهرباء بيبقى عندك جدول بالشكل ده كده تمام وبيبقى فيه بتلاقي مكتوب اللينيا رقم واحد اللينيا رقم ثلاثة وهنا اللينيا رقم اتنين اللينيا رقم اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هافترض ان اللوحة بتاعت فيه عشر مفاتيح بيبقى هنا موجود رقم بعد منه بيبقى موجود حاجة اسمها اللود حافترض ان الحملة ده حمل انارة الحملة ده حمل انارة وهنا برضو اللود الحملة ده برضو سنقول انه هو حمل انارة وحمل ده حمل انارة وبعد كده ده احمل مختلف هافترض ان سكت وبعد ذلك هاажبقى فيه هنا فانة وبعد كده هنا بومب وبعد كده هيبه سبير وده سبير وده حمل مخارج وده حمل مخارج بتيجي تقول بعد كده اللوت بتاعك قد ايه فانا هفترض ان ده مسلا ميت واط وده متين واط وده متين وده تلتمية وحنكمل الاحمال بتاعتنا عادي بعد كده هنقول ان ده محتاج قطع ستاشر امبير وده قطع ستاشر امبير وده قطع ستاشر امبير وده عشرين وده عشرين تلاتين تلاتين اه عشرين عشرين تلاتين تلاتين يبقى انا في البانل اسكادول ده اسمه في البانل اسكادول بتحط رسمة للوحة الكهربا بتاعتك بتحط فيها رقم بعد كده بتحط فيها اللوت طيب نوع ايه وبتجمع الاحمال الاحمال اللي علني رقم واحد بتشوف هي قد ايه والاحمال اللي علني رقم اثنين بتشوفها قد ايه وبعد كده بتحط قيمة السيركل بريكر بتاعك طيب بعد كده انت بتاخد انا عندي هنا اربع لينيات انارة اهم بتاخدهم وبتسقطهم في جدول زي اللي انا شايفه قدامي ده تمام يعني هنا مثلا هو الجدول ده محطوط في احمال الانارة بتاعتي بس انا عندي هنا لينيات كتير جدا لان انا ده ده خاص بفندق تمام تمام فبقولك مثلا ان ده اللينية رقم واحد تمام محطوطة على الار واحد عار يعني هي على اللينية اللينية حمرة تمام يعني خط بتاعها لونه احمر تمام السيركل بريكر بتاعها 16 أمبير السلك بتاعها 3.2.5 الكندوت اللي هي محطوطة فيه المصورة بتاعته 20 ميلي وده اسم القوضة اللي هي محطوطة فيها بعد كده ده حملة اليونت الوحدة يعني فيه فيه كشفات 15.6 واط وفيه كشفات 9.6 واط على نفس اللينية بتاعتي ده الحملة بالكامل 56 واط الديماند فاكتر واحد يعني أنا هشغل كل اللمبات عادي يبقى أنا مضرب 56.5 في واحد يديك 56 فأقولي إن اللينية دي ديمينج وديمينج من النوع 0-10V أنا اللي يهمني طبعا هو الكلام ده كله متاخد من البانل اسكادول عداء الرمارك اللي هي موجودة في الآخر دي فأنا بجيب كل الأحمال بتاعت اللي هي موجودة في البانل اسكادول الخاصة بالإنارة بس وببتدد أن أنا أسقطها عندي وبعدين باجي هنا بعرف اللينية بتاعتي بقول هل اللينية بتاعتي هل هي سويتش عادي اللي هو بيترسم في الشوب درونج بيبقى كده مفتاح فردي او مفتاح فردي كده او مفتاح سنائي او مفتاح سلاسي ولا هو مفتاح ده بيداتير لو انت عايز تعمله كده مثلا تمام فأنا عندي ده سويتش اون اوف ده سويتش اون اوف واللي مكتوب عليه زيرو توتن دي بعرف على طول انها دي لينية ديمينج تمام يبقى أنا بفهم ايه من الاسكادول اللي قدامي ده أنا بعرف اللينية بتاعتي بعرف هل هي ديمينج ولا هل هي اون اوف سويتش بعد كده ببتد أني أدخل على اه ببص يعني انا ببعت الكلام ده كله بروح للسابلاير الخاص بالديمينج والسابلاير بيبتد يدرس المنظومة بعدين بيقول له والله انا هستخدم في المنظومة بتاعتك الدمر اللي هو نوعه كزا وده مثلا ده اسم الدمر بالسيريال نمبر بتاعه بعد كده بقول له والله انا معتمد في المشروع لمبات فيليبس فهو بياخد الكاتالوج بتاع لمبات الفليبس ويبتد يشوف دي دراسة دراسة للامبات الفليبس اللي هي موجودة عنده في المشروع فبقول له والله اللامبة اللي هي الموديل بتاعها كده اللي هي دي اللي هي طيب نمبر كزا يعني دي لامبة من النوع فليبس وده بتاعها هي ستين واط وهي من النوع الليد اه 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 لا هي ستة واط مش ستين واط اه او ده ده دي مش مش فهم ده اي اه 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 بعد كده ده نوع السوكت اللي هي بتركب فيه ده نحن نقسم هذا الزيرو تو تين ده نظام انالوج وطالما هو نظام انالوج يبنى لي عدد معين من الكشفات قادر ان انا حط على اللينية الوحدة اللي انا بتحكم فيها فبالله لو انت ركبت اللمبة دي في الدايرة بتاعتك تقدر تحط عشر لمبات في الدايرة الوحدة اللي بتحكم فيها بالدمار ده تمام بيدخل على بقية اللمبات يعني مثلا هو لقى لمبة تانية اللي هي من النوع ده اللي هي خمس ونص واط اللي هي الطيب نمبر بتاعها ده والباور فاكتور بتاعها ده بقول له الله لو انت استخدمت النوع ده من اللمبات انا مقدرش احط من خمس لمبات مع نظام الديمينج اللي انا مستخدمه تمام بعد كده مثلا انا معتمد نوع تاني في المشروع بتاع اللي هو الأزرم ده نوع من اللمبات زي الفيليبس كده فهو بروح يدريسه مثلا انه بشوفه هل هو كومباتابل مع النظام بتاعه ولا لا فحيلقي مثلا ان هو مش متوافق فحييجي كتب لك نوت ركوميندد تمام بعد كده بروح على الشوب دروينج بتاعي وببتدي ان انا ارسم فمثلا انا هفتقد ان انا عندي غرفة ميتينج دي اللي انا عايز اعمل فيها الديمينج سيستم بتاعي فانا عندي دي الباور بانيل بتاعتي ودي موجودة في غرفة الكهربا مثلا بطلع بمصورة عشرين ميلي كده وبوصل لحد الاوضة المصورة دي ماشي فيها سلك تلاتة في تلاتة ميلي متر مربع ماشي فيها اللينية بتاعتي زائد النيوترل زائد الارس فلو انا هنور النارة عادية هفتقد ان انا هستخدم هنا اه 8 كشفات بالشكل ده كده همبت ده 8 كشفات السيمبل طبعا مش مهم انا بس احطه للطوضي فهوففسرض ان انا هنحط دلت على مفتاح ودلت على مفتاح فانا المصورة بتيجي وبعدين بتنزل لي في البوكس بتاعي اللي هو بتاع المفاتيح فانا هستخدم اثنين مفتاح مفرد يبقى ده مفتاح مفرد وده مفتاح مفرد وبعدين هيتطلع منه مصورتين مصورة حتطلع على ده بالشكل ده كده كل فضيم يغزertime ومصورة تانية حتطلع للمفتاح التاني تروح على اللينية التانية سوف افترض نفس المثال سوف افترض ان انا استخدم النظامين الاولى المشكلات مستبيلا وال atm وقرق نفس المشكلات من حولونا ده اللي هو الاولينيين النظام اللي هو اللي هو الناقض اللي هو النقي ي needing and trailing برضه النوع ده بيلعب في الموجة بني يقطع في الموجة بالشكل ده. فده هعمل ايه? باخد اللينيا. اللينيا بتاعتي بتيجي هنا بالشكل ده. كده بتنزل على المفتاح. وبعدين في المفتاح بحط الدمر بتاعي وبعدين بطلع من الدمر بالشكل ده كده وببتدي ان انا اوصل اللمبات بتاعتي بالشكل ده. ممكن ان انا احطهم كلهم على دايرة الدمر واحدة. وممكن ان انا استخدم اتنين دمر ففي الحالة دي هطلع بمصورتين مصورة لدي ومصورة لدي. الكابلات اللي ماشي هنا كابلات تلاتة في تلاتة. وفي اه مدارس بيقولك ان المصورة مثلا بتيجي تدخل على الكشاف وبمشي في الكشاف طبعا النيوترل والقرس اللي بنزله تحت على المفتاح بس اللينية هي اللي بتنزله وبعدين بتطلع مرة تانية. بس انا محتاج النيوترل تحت عشان ابتدي ان انا اشغل بتاع الكنترول بتاعي. تمام? هيبه ده النظام التاني بتاعي اللي هو الانالوج الفيس ديمينج والليدينج اند تريلينج ديمينج. طيب. النوع بتاعي اللي هو زيرو تو تين. هيبقى عندي برضو نفس القوضة بتاعتي اللي هي الميتينج روم بالشكل ده كده. وعندي التمن كشافات بتوعي. وانا عايز اعمل شوب دروينج اللي هم بالشكل ده كده. فدي لوحة بتاعتي اللي هي البي بي وحاخد المفتاح هاخد اللينيا بتاعتي وهتنزل على المفتاح بتاعي. اه بعد كده هبتدي ان انا اطلع من المفتاح هطلع بمصورتين المصورة الاولانية اللي هي مصورة الكهرباء هتطلع تتوصل كده بالشكل ده كده توصل لي تتوصل على الكشفات. يبقى انا كده غزيت الكشفات بتاعتي الكهرباء. تمام? بعد كده بغير لون الخط بتاعي فيه الوتوكاد. وبطلع بالمصورة التانية بتاعتي اللي هي مصورة الكنترول. ده خط الكنترول اللي هو في مصورة تانية عشرين ميلي. موجود فيها الطرفين بتوع الكنترول بتاعي بالشكل ده. يبقى ازا انا عندي اللينيا بتاعتي اللي هي دخل على الكشفات بتاعتي وبعدين ببعد اللينيا التانية بتاعتي اللي هي الكنترول. لو بصنا على السنجل لاين دياجرام اللي هو وراء اللي هو بيتكلم عن الموضوع ده. فين? اهو. اهو. ايه اللي انا عملته? آآ كل اللي انا عملته ان انا آآ بعت التلات لينيات دول في مصورة اللي هي كانت المصورة الحمرة واللينيتين التحكم دولة بعتهم في مصورة اللي هي مصورة ال آآ آآ مصورة الكنترول. بس في حاجة تانية اللي هي آآ ممكن ان انا اساسا ما ما اخدش اللينيا دي وادخل بيها على المفتاح. لا ده انا ممكن اخد اللينيا دي اساسا كده من فوق كده وامشي وادخل على دي على طول. انا ممكن اشيل دي كده. ليه? لان انا مش محتاج ان انا اعمل لها سويتش. بس لازم اخلي بالي هو انا ليه دخلت بها على البوكس بتاع الديمينج? علشان الدرايفر نفسه محتاج كهربا. محتاج الكتريك. فانا دخلت وعملت برانشين جوه. يعني انا جبت جيت من الام دي من البي بي كده. وبعدين دخلت على البوكس. والبوكس اعملت وصلة. دخلت على الدرايفر والوصلة التانية طلعتها وودتها على الكشفات بتاعتي. يعني انا مجرد ان انا جنت وعملت شجرة جوه السويتش بتاع ده اللي خلانا عمله. بس انا ممكن انا ادخل على الكشفات على طول. بس هعوز مصورة راجع من هنا. اللي هي دي بحستخدمها كراجع كده. فانا هفرع هنا في الكشاف وانزل على الدرايفر بتاعي. تمام? طيب. هافترض ان انا عايز اعمل النظام الدالي بتاعي. النظام الدالي. اوكي? النظام الدالي ده ده في اه حاجة من اتنين. تمام? هي هي نفس القوضة بس هنرسم ايه رسمتين. تمام? اه كشاف اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. كشاف اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. حجم الاتنين. رقم واحد ان انا اه ممكن ان انا استخدم الكشاف ده. يعني انا عندي ده البوكس بتاع الدالي بتاعي انا في الدرايفر الكنترولر اللي هو المسطر. وانا عندي دي لوحة البي بي بتاعتي. فانا هاخد اللينية وهاطلع. انا بفضل ان انا انزل هنا وبعدين اعمل برانش. برانش يغزي لي الكنترولر بتاعي والبرانش التاني يطلع ليه اللوحات. فانا بنزل كده على البوكس بتاعي. واعمل برانش اغزي الكنترولر بتاعي. وبعدين اطلع. ابتدأ ان انا اغزي الكشفات بتاعتي. طبعا احنا قلنا ان التغزية بتاعت بعد ذلك الكشفات دي لا يوجد أي علاقة بلغة التغذية بتاعة الكنترولر بعدين بعمل مصورة تانية بالشكل ده كده مصورة احط فيها الكنترولر بتاعي طبعا الكنترولر بيدخل وبيطلع يدخل وبيطلع يدخل وبيطلع لانه كلهم متوصلين توازي يبا انا كده عملت التصميم بتاع الدالي بس لو انتم تفتكروا كنا احنا قلنا ايه قلنا احنا قلنا ان انا ممكن ان انا ده البي بي بتاعي باخد اللينيا وبنزل على الكنترولر ومن الكنترولر هطلع بمصورة واحدة بس مصورة 25 ملي هتتوصل على الكشفات بتاعتي كلها بالشكل ده كده المصورة دي هيمشي فيها المصورة دي ايه اللي ماشي فيها في دي ماشي 3 في 3 ملي متر اللي هو شايل لك الكهرباء بتاعتك ودي ماشي فيها كابلين 2 في 2 او 2 في 1 ونص اللي هو بتاعي الكنترول لا انا هنا ممكن ان انا استخدم كابل واحد يشل الكهرباء ويشل الكنترول مثلا فهستخدم كابل خمسة في 3 او خمسة في 2 على حسب الكابل النار اللي انا محتاج يبا انا ممكن ان انا اطلع بكابل واحد يغزيلي الكشفات بتاعتي تمام ده النظام اللي هو ايه الدالي هتمنى انكم تكونوا وفهمتوا الفيديو واشوفكم في فيديو وديد ان شاء الله اشتركوا في القناة